مرحبا بكم. ارجعنا لكم وصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. يلا على الوصف. ندهن الوعاء بالزيت عشان ما يلزم. نوضع بديل القوالب. سكر ناعم نضغط في الغطة طبعة الكولا. نوضع العدان. ممكن نستبدل العدان بنكشات ودان. نرفع القطن منهم. ممكن نضيف فواكه مجاففة اختيارة. مجرد افكار. وانا هفرجيكم انه ممكن نشتري القوالب. من النت. على حرارة متوسطة بنوضع ماء 100 جرام. وبنوضع سكر 400 جرام. انا وضعت اعيار الكوب مقدمة للفيديو. وبسندوق الوصف. شراب الجلكوز 200 جرام واحد كوب. ورشة خفيفة ملح. عند مسير درجة الحرارة من 148 إلى 153. نوقف. نوضع بماء البارد على تلاج لمدة 20 ثانية بسعى منشان نوقف الغليان. وبنسكوب كل شي. وبنتظر حتى يبرد. وهذا الوصفة بدها ميزان حرارة وميزان للطبخ. ضروري. وهذا الموقع اللي انا بشتري منه القوالب. هي رخيصة كتير يعني. يعني واحد دولار مثل هيك يعني. كتير رخيصة. يعني توصل كل للبيت. والعدان كل هذا موجود رخيصة يعني تقريبا واحد دولار. بتشتري الانتو بتكوية. واذا غير موجود ممكن بنعمل القالب بسكر البودرة. وبنرجع نستخدمه سكر البودرة. ممكن احنا نغلي في الغلاف. كل هذا بجيبه من الموقع. كله رخيص جدا جدا رخيص. وممكن نلاقيه. عندنا في مكان معين نسأل عنه بنلاقيه موجود. الورق السليفان والعدان كل شي موجود. والقوالب اكيد موجودة في كل مكان. ولكن لو غير موجودة وضعت الموقع على. ممكن احنا نفس الشي نضيف كيكاو معلقة. وكيكاو خام وقهوة سريعة الزوبان نصف معلقة صغيرة. ازا احنا بنعمل اطعام. وممكن احنا نوضع اي لون بدنا اياه او اي نكهة بدنا اياها بنوضع. على نفس العيارات بنوضع النكهات اللي احنا بدنا اياها او اللون اللي احنا بدنا اياه. شراب الجلكوز. كل ما احنا قللنا شراب الجلكوز كل ما كانت هشة اكتر. كل ما زودنا شراب الجلكوز اكتر كل ما كانت فيها مدغة اكتر فيها ليون اكتر. ومثل ما انتم شايفين. يعني انا بديكم مجرد افكار انتم لازم تبدعوا. واذا عجبكم متل هيك فيديوهات. اذا عجبكم متل هيك فيديوهات. يريد تكتبوا لي من شان اعملكو فيديوهات جديدة افكار كتير جديدة. يعني شغل ممكن تعمل مشروع من المنزل. تكلفة بسيطة جدا جدا. اذا عجبكم هيك فيديوهات اكتبوا لي. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. من شان في عند افكار كتير ممكن اديكم اياها انتم تعملوا مشروع من المنزل او تعملوا لاطفالكم اشياء انتم عارفين شو وضعتوا فيها. الوعاء بنوضع فيه ماء ساخن بنملأ الوعاء ماء ساخن نتركه كم ساعة نتركه. لوحده كله بفوق كله بنضاف لوحده بدون اي معاناة. متل ما انتم شايفين. بعد كم ساعة لوحده كله بفوق. نزلونا بوصة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.